اشتركوا في القناة المفدى بالسفير الكويتي لدى ايطاليا والمسؤولين عن فعالية هذه هي البحرين واكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الاخوية التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والشقيقة دولة الكويت التي تشهد المزيد من النماء والتطور بفضل التنصيق والتعاون المشترك لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة الشعبين الشقيقين كما اشهد جلالته بدور السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح واسهماته في انجاح فعالية هذه البحرين التي اقيمت في جمهورية ايطاليا الصديقة مؤخرا شاكرا جلالته له تعاونه وجهوده التي تأتي انطلاقا من العلاقات المتينة واواصر التعاون الاخوي الوثيق بين البلدين الشقيقين مثنيا جلالة الملك المفدى على النتائج الناجحة التي حققتها هذه الفعالية في ابراز انجازات مملكة البحرين ومكانتها الحضارية والانسانية وانصال صورة المملكة المتحضرة والمشرقة للعالم كوطن حاضن لقيم التسامح والتعايش وداعم للحوار بين الاديان والثقافات بفضل سياسات الانفتاح والتعددية التي انتهجتها البحرين عبر تاريخها العريق واكد العاهل المفدى حفظه الله اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات المهمة لتعزيز حضور مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الساحة العالمية ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف الدول الصديقة وتوسيع اطر التعاون المشترك مع هذه الدول بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع اضافة الى دور هذه الفعاليات في اشاعة ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والمحبة بين كافة الشعوب العالم مقدرا جلالته جهود القائمين على تنظيم فعالية هذه البحرين وعملهم الدؤوب متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم من جانبه اعرب السفير الكويتي لدى جمهورية ايطاليا الشيخ علي خالد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما لقيه من حفاوة وترحيب واشادة وعلى دور جلالته في الارتقاء بالعلاقات البحرينية الكويتية وترسيخها مشيدا بفعالية هذه هي البحرين التي اقيمت في العاصمة الايطالية روما وما حققته من نجاح وبجهود القائمين عليها في ابراز دور ومكانة مملكة البحرين وتعزيز التواصل والحضور الكليجي مع دول العالم